بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة باللسان يفقه قولي أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجنا الأسبوعي المتجدد علامات الساعة من منظور عصري في هذه الحلقة سنتكلم عن مجموعة من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمن هذه العلامات كثرة العقوق عقوق الوالدين وتقديم الزوجات والأصدقاء على الآباء والأمهات كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة فقد حل بها البلاء فقد حل بها البلاء البلاء المحن المصائب المصاعب ذكر منها من ضمن هذه قال وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه لاحظ العبارات لما ذكر النبي عليه السلام أطاع الرجل زوجته وطبعا هنا المقصود أطاع في الحرام وليس أطاع في الحلال فإذا أطاعها في الحلال فله أجر ولها أجر ولكن إذا أطاعها في الحرام فعليه وزر وعليها وزر ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث من أطاع امرأته فيما تهوى أي في الحرام كبه الله في النار أي المقصود إلا هو الحرام فالرجل نبي صلى الله عليه وسلم ذكر وأطاع الرجل زوجته وعق أمه العقوق قطيعة الرحل عدم صلة الأم عدم الاعتناء بالأم عدم العطف والحنان على الأم عدم الاعتناء بالأب كما ذكر النبي عليه السلام وبر صديقه وجفى أباه فالصديق إذا جاء إليه أكرم بش في وجهه اعتنى به قدم له كل ما لذ وطاب من الطعام والشراب وإلى غير ذلك ولكن إذا جاء والده أو والدته كأن البيت يتغير تغير كامل اسمعوا إلى حديث آخر عن النبي عليه السلام من اقتراب الساعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان وسبعون خصلة وذكر منها وعقى الرجل أباه وجفى أمه وبر صديقه وأطاع زوجته هذا حديث آخر وذكر في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأطاع الرجل امرأته وعقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه معنى الإقصاء الإبعاد عندنا في حالات في عائلات كثيرة جدا تمتاز بقطيعة الأرحام عائلات بمجرد ما يتم الزواج العلاقات مع الآباء والأمهات تنقطع انقطاع كامل الأب يصل أو الأبناء يصلوا إلى سنة كبيرة جدا ولا يعرفون جدهم ولا جدتهم لا يعرفون أعمامهم ولا عماتهم لا يعرفون أحدا من أقاربهم من جهة الآباء إنما يتوجهون يتوجهون توجه آخر وهذا من الأخطاء التي تقع فيها كثير من العائلات لأنه عندما يربطون الأبناء بالأخوان هذا يعتبر خطأ إلى أصل أن يرتبط الأبناء مع الأعمام ومع الأخوان مع الجهتين والعم مقدم من ناحية شرعية لأن العم مكلف شرعا أن يدفع الدية مكلف أن ينفق عليه وعليها بينما الخال غير مكلف بدفع الدية غير مكلف بالنفقة غير مكلف بالعناية والرعاية مطلقا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَطَاعَ الرَّجُلُّ أَمْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ الإقصاء الإبعاد أنا بطلع الآن على عائلات كثيرة جدا حالات كثيرة جدا الأبناء لا يصلون آباءهم ولا أمهاتهم حتى في الأعياد يعني قسم كبير في رمضان تتحرك عنده عاطفة الإيمان العاطفة الإيمانية مردت الشياطين تغل تصفد فيزور والده أو والدته ولكن هناك مجموعة من الناس تمر عليه سنة وسنتان وعشر سنوات لم يدخل إلى بيت أبيه وإلى بيت أمه ولم يزور أحدا منهم مطلقا وهذا قمة العقوق وهذا من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من اقتراب الساعة يظهر البناء على وجه الأرض هذا بينا وأكثر من هذا البناء الموجود الآن ومن أراد فلينظر الآن إلى مدننا إلى قرانا إلى بوادينا كيف أن البناء ظهر وبشكل لافت للانتباه يعني عندنا الآن عمارات يبلغ ارتفاح سبعين طابق ولا ثمانين ولا مئة طابق هذا كل موجود الآن عندنا في عالمنا ارتفع البناء على وجه الأرض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقطع الأرحام قطيعة الرحم لا يعرفونها لا في رمضان ولا في غير رمضان والأصل أن تكون في رمضان وفي غير رمضان وأن يؤذي الجار جار هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في رواية أخرى قال ألا وإن من أعلام الساعة وأشراطها أن تواصل الأطباق البعيد بصير سيلة بيناتهم إليك صديق أنت في عمان وهو في إربت تزوره ويزورك لك صديق في السعودية أو في العقبة تذهب إليه مسافة ثلاثمائة وخمسين كيلومتر لتزور صديقك وهو يأتي ليزورك ووالدك أو والدتك على بعد أمتار لا تزورهم ولا يزورونك لا تسمح لهم بزيارتك ولا يسمح لك بزيارتهم وهذا هو قمة العقوق كما أخبر النبي عليه السلام قال أن تواصل الأطباق وأن تقطع الأرحام فطيعة الأرحام عندنا إحصائيات الآن بسبب هذه الأمور أوجدوننا ملاجئ العجزة كبار السن لو ضربنا مثال على ذلك عام 2009 كانت نسبة المسنين في العالم 11 بالمية يعني من كل 11 واحد مسن سن كبير جدا طبعاً لا نتكلم عن أوروبا فيها عدد هائل من المسنين ولذلك بسموها المجتمعات الهرمة العجائز لكن إحنا لو أخذنا المتوسط الحسابي للعالم كامل 11 بالمية من عدد سكان العالم مسنين يعني على حافة القبر في هذه نسبة سترتفع في منتصف هذا القرن اللي إحنا فيه إلى 22 بالمية يعني نسبة الارتفاع بعد ما يقارب 35 سنة سيكون عندنا نسبة المسنين 22 بالمية كل 122 يعني على لغة داروين اللي لما قال البقاء للأصلح اللي أصدر كان أحد تعليماته إن هؤلاء الكبار بالسن ما دام أنهم لا ينتجون الأصل أن نتخلص منهم أن نقتلهم كما كان يفعل الإنجليز بالخيل عندما تكبر كانوا يقتلونها الأردن نسبة المسنين عندنا في الأردن خمسة واثنين بالعشرة بالمية وسترتفع عام 2020 يعني بعد ست سنوات إلى سبعة وستة بالمية وهي نسبة كبيرة وهؤلاء بحاجة إلى رعاية بحاجة إلى عناية بحاجة إلى عطف وحنان عدد دور المسنين عدد المسنين في دور في الأردن أكثر من سبعمائة مسن عندنا في الأردن تسع دور لرعاية المسنين طبعاً بتديرها غالبيتها جمعيات خيرية الدولة في الأردن تقدم مساعدات إلى ستين ألف مسن ومسنة وزارة التنمية الاجتماعية لجان الزكاة صناديق الزكاة الجمعيات الخيرية لستين ألف مسن ومسنة هذا يعطى إلى المساعدات لو أخذنا السعودية على ذلك مثال على ذلك السعودية فيها ستمائة ألف مسن ومسنة وهذه نسبة هائلة جداً ستمائة ألف مسن ومسنة اللي وصل منهم إلى دور الرعاية ست آلاف مسن ومسنة طبعاً قسم كبير يخجل أن يذهب إلى دور الرعاية قسم يعيش في ذل وهوان حتى ما يقال عنه أنه في دور الرعاية أنه يعيش في دور الرعاية ودور الرعاية عندما يذهبون إلى هناك كثير من الأبناء والبنات لا يزورونهم إلا في المناسبات في المناسبات فقط لا أقل ولا أكثر وهذا يعتبر من الأمور المحرمة شرعاً طبعاً ليش عندنا الآن كثير من الناس ما نذهب إلى دور يبعث بالأب وإلى غير ذلك طبعاً هنا عدم التربية لأنه ما ربنا أولادنا التربية الصحيحة ما ربنا همش على قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحساناً ما ربنا همش رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ما ربنا همش إن من أكبر الكبائر من الكبائر السبع المهلكة عقوق الوالدين ما ربنا همش على إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أبوي فالصحابة استغربوا قال وهل يلعن الرجل أبوي قال أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه فيسب أباه ويسب أمة فيسب أمة إذن عدم وجود التربية تقودنا إلى عدم الاعتناء بالمسنين بكبار السن في مجتمعاتنا الإسلامية الظروف الاقتصادية في حالات معينة الظروف الاقتصادية قد تضطر بعض الأبناء إلى أن يغادروا أن يهاجروا فيبقى المسن وحده ولذلك نلاحظ في حالات كثيرة جداً بعض الآباء والأمهات يموت داخل البيت ولا يعرف عن موته إلا بعد أيام لأنه ما حد الآن بيزوره ما في حد الآن يقدر يروح لعنده بيجوز بالمناسبات كل أسبوع وقسم والله لا يستطيع أن يأكل إلا إذا بعث له بلقمة كمخصصات الكلاب كمخصصات الكلاب وهذه تعتبر من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الأخوات من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثرة القول وقلة العمل كثرة القول إلسان الواحد راديو متحرك ما بسكرش نهائياً وقلة العمل عند الصلاة عند قراءة القرآن عند الذكر ما فيش عمل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا فيش حركة ما فيش روح للعبادة يالك الآن واعتبار الإيمان قولاً باللسان لا أقل ولا أكثر ورح نبين الآن بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتكلم عن هذا الموضوع قال صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وهاهم الأشرار قد رفعوا هاهم الذين يعيشون مع الحركات الماسونية رفعوا هؤلاء الذين يتعاملون مع الأمريكان الآن في أعلى المراتب هؤلاء الذين يتعاملون مع السفرات يحكمون ويرسمون وتؤدى لهم التحيات صباح مساء هاي الأشرار الآن الذين يتاجرون بالأعناف ارتفعوا الذين يرتكبون الحرام بالزجنة والسرقة والرشوة الآن ارتفعوا ارتفاع كبير جداً رفع الأشرار لاحظ كلمة الأشرار من الشر من الشر أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار الأخيار إرهابي الأخيار هذا أصولي متخلف الأخيار هذا مرتبط بجهة معينة وتوضع الأخيار اللي بفهم ولذاك لاحظة الآن في عالمنا العربي والإسلامي عالمنا العربي خاصة الآن الكفاءات في السجون الكفاءات المفكرين المبدعين العلماء الآن في السجون والرقاصين والرقاصات الآن نحن نعرف ماذا يفعلون الآن قال لك وتوضع الأخيار ويفتح القول لكلمة الفتح ويفتح القول فتح ثمه يعني الآن كلام متواصل ويفتح القول ويحبس العمل بأذن المغرب ما بيقومش يصلي بأذن العشاء ما بيقومش يصلي بأذن العصر ما بيقومش يصلي بجلس أربع خمس جلسات لا يذكر اسم الله عز وجل ولكنه يتكلم صباح مساء تنظير تنظير بعد تنظير يعني عبارة الآن عن شريط مستمر عنده استعداد يتكلم 24 ساعة لكن وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا لا يتكلم لا يقوم بعبادة الله عز وجل هذا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويحبس العمل ويقرأ في القول في القوم المثنى ليس فيه أحد كرها قيل وما المثنى قال ما كتب سوى كتاب الله عز وجل وضحناها في حلقة سابقة النت الآن يقدم على كل شيء الفيسبوك الآن نقعد عليه ساعات متواصلة الصحف والمجلات المسلسلات عندنا استعداد الآن أن نتكلم أن نجلس ساعات متواصلة وليس عندنا استعداد أن نقرأ آية من كتاب الله عز وجل وليس عندنا استعداد الآن أن نختم القرآن في الشهر مرة ولذلك أيها الأخوة والأخوات غدا بإذن الله عز وجل في قناة اليرموك الفضائية هذه القناة التي نحن فيها سيكون يوم اسمه الوقف القرآني من الصباح إلى منتصف الليل يعني بث مباشر تشجيع للأمة على أن توقف بيت محل تجاري أي شيء الآن جزء من دخل الإنسان أن يوقفه من أجل تحفيظ القرآن الكريم لأن القرآن الكريم هو روحنا هو حياتنا هو عزتنا ونحن بدون القرآن لا نساوي شيء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله إذن القرآن مهم جدا وخاصة في عصرنا الحاضرة لمن لاحظ الآن الحرب على القرآن لأنهم إذا حاربوا القرآن حاربوا الإسلام حاربوا للرسول صلى الله عليه وسلم حاربوا دين الله عز وجل حاربوا كل شيء عندنا في هذا هذه الأمة أيها الإخوة والأخوات إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات ذلك في الغد إن شاء الله ستكون حملة للوقف القرآني وأنا أذكر الإخوة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها صدق جارية علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا الذي يحفظ القرآن الإنسان الذي يتبرع من أجل أن تستمر مسيرة القرآن هذا القرآن كلام الله عز وجل سيكون له أجر كبير جدا عند الله عز وجل لأن الحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها ولذلك عام السبع وستين قبل السبع وستين كانت الآن في فرنسا وفي ألمانيا وفي غيرها اليهود قاموا بحملة ادفع فرنك تقتل مسلم ونحن نقول هنا يجب على المسلمين أن يدفعوا من أموالهم حتى أن نخرج حفاظا لكتاب الله عز وجل فلذلك أملنا بالله عز وجل ثم بإخواننا بشكل كبير جدا أن يتفاعلوا غدا مع هذا العمل وهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس العمل ويقرأ في القوم المثنى اللي هي ما سوى كتاب الله عز وجل حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يظهر العلم ويخزن العمل العمل بصير قليل جدا ويتواصل الناس بألسنتهم لحظ التواصل تفضل الأخ عبد الفتاح تفضل السلام عليكم عليكم السلام يا أخي أنا أتسأل رضيك الشيخ فيه بنك فيه بنك فتح كبن 37 سنين وكانوا فيه اللي بدون فيه اشتراك أنا اشتراكت بـ 45 ساهم الصوت الصوت أنا فيه بنك فتح وكانوا وانا في الكويت البنك في الأردن كانوا إلي بدوا ساهم ساهمت بـ 45 ساهم ساهم 37 سنين وهس أنا مش عارف أصحبهم حلال والعرام وأوخذ أوخذ فلوسي اللي جفعتين الكويتي والأردن والباكي شو أساهم فيه السبع أنا وين وضعت الفلوس الباكي أنت وين وضعت الفلوس بأي بنك في بنك ربا والزبان في أردن الكويت أنا بالكويت الآن المبلغ اللي وضعته بتوخذه هو والأردن الفوائد اللي موجودة بتوخذه بتعطيها لعائلة فقيرة ويحرم عليك أن تستفيد منها أنت طب الفلوسي اللي أوخذ الكويت ولا أردني إيش أوخذ فلوسي الأردن ولا كويت فقط الفلوسي اللي وضعتين أنت في البنك مثلا وضعت مئة دينار ها بتوخذ المئة دينار إذا طلع عليهم فوائد هذه الفوائد بتعطيه لعائلات فقيرة طب نفسي اللي باك الفلوس الكويت أوخذهم لأردني إنت لو توطي التلفزيون شوي سواء أخذتها بالأردني أو بالكويت وكل واحد يعني أخذ خمس أنا جمعت خمس واربعين دينار بتوخذ الخمس واربعين دينار وما زاد على ذلك بتعطيه للفقراء والمساكين لو أعطيه لأبنتي أعليها تعباني شوي أبتبني وعندها تعليم فيه إل من؟ لا بنتي بنتي لا ابتعي ابعد أبعد أينعم حياك الله حياك الله أهلا أهلا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول ويخزن العمل يعني قلة العمل كنا يعني قلة العمل ويتواصل الناس بألسنتهم ويتباعدون بقلوبهم لاحظ التواصل بالألسنة التلفون تواصل بايش؟ باللسان يعني تجد الآن الواحد يتصل بأخيه بأختي بأقاربه عن طريق التلفون لكن الآن الأجهام بعيدة بجزء في المناسبات حتى يلتقي يلتقوا بعضهم مع بعض فإذا فعلوا ذلك طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولا على أبصارهم لما إحنا الآن نبتعد نصير الآن العمل قليل جدا ما عندناش طاعة لله عز وجل أقوال كثيرة جدا النتيجة المترتبة على ذلك أن الله عز وجل يطبع على قلوبنا حذيفة بن اليمان يقول أني لأعلم أهل دينين من أمة محمد في النار قوم يقولون إن كان أولنا ضلالا ما بالو خمس صلوات في اليوم والليلة وإنما هما صلاتان العصر والفجر ما كان عندنا طائفة من طوائف المسلمين الصلاة عندهم صلاة العصر وصلاة الفجر فقط وألم يكن بعض المتنبئين من أسقط الصلوات قسم كبير من الصلوات عن قومه وقوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن قتل هنا اللي بدنا نركز عليه وهذا أنا سمعتبذني بشكل كبير جدا بعض الناس يقول الإيمان قول مش بحاجة إلى فعل ارتك بالزنى لكن قلبك الآن ما دام مؤمن بالله لا مانع الزنى ما بأثرش وهذا قفر وقبل أيام بجزء ذكرنا لما بعض المفتين مفتي الضلالة في هذا العصر الذي نعيش فيه يقولون الزنى لم يثبت تحريمه بدليل والله كانوا ما قرأ القرآن ولا قرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن قتل وهذا مخالف لشرع الله عز وجل في رواية يقولون الإيمان كلام ولا عمل وإن قتل وإن زنى تأكيد يقول الحسن علمت فعمل الإيمان علم وعمل لابد من العمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع قال وذكروا عن علمه ماذا عمل فيه العلم اللي تعلموا هل طبقوا ولا لا لما بقرأ واذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يتجاوزون الخمس آيات يقرؤونها يطبقون الآيات الأحكام الشرعية ثم ينتقلون إلى غيرها يعني التطبيق عملي لكل آية من آيات القرآن الكريم ابن مسعود رضي الله تعالى أن يقول تعلموا تعلموا فإذا علمتم فعملوا تركيز على التعلم التعلم بأدي إلى العلم العلم بأدي إلى العمل والعلم خادم العمل والعمل غاية العلم فلولا العمل لم يطلب علم ولولا العلم لم يطلب عمل إذن إحنا لما بنتعلم من أجل التطبيق العملي اليوم في حالات كثيرة جدا وهذا من اللاحظه أنه عنده استعداد يظل جالس على التلفزيون ولا على النت ساعات متواصلة وإذا قام أذن إذا بد يصلي بيقوم بنقرها كنقرد يك أقوام نفس الطريقة عندنا الآن أسقطوا على كثير من العبادات ولا نستغرب الآن بأي لحظة من اللحظات أن يعود هذا الشيء أيها الأخوة الأخوات من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم التسليم على الخاصة اللي بعرفوا السلام عليكم بعرفوش ما بسلمش عليه بمر على عشرين واحد ما بسلمش عليهم شو بيقول النبي عليه السلام من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم إلا على المعرفة إذا بعرفك السلام عليكم عن علقمة قال لقي عبد الله بن مسعود أعرابي ونحن معه فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن إذن كل السلام خصصه مثل المجموعة لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فضحك فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضحك عبد الرحمن عبد الله بن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة وإن هذا عرفني من بينكم فسلم علي وهذا موجود الآن بشكل لا تقوم الساعة حتى لا يسلم الرجل إلا على من يعرف بين يدي الساعة الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة وكما نعلم الإسلام علمنا الأدب إنه إذا لقيت الرجل فاسأله عن اسمه واسم أبيه وبلده كيف بدأ سأله إذا ما سلمت عليه أنا إذا سلمت على واحد إلي أجر إلى عشر حسنات إلي عشرين إلي ثلاثين حسنة اتصور لو الآن إحنا متعامل بالحسنات كل ما لقيت واحد السلام عليكم كم حسنة تخرج في اليوم الواحد لذلك من علامات الساعة وهذا ما نلاحظه ألا نسلم إلا على من نعرف من علامات الساعة الاعتداء في الدعاء والطهور الدعاء إنه نعتدي ما نكونش متواضعين في الدعاء نعتدي في الطهور الوضوء مش مرة ولا مرتين ولا خمس ولا عشرة نختسل نغسل أدينا وهذا نوع من أنواع الوسواس راح نبين اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله بن المفضل ابنا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة حدد القصر الأبيض عن يمين الجنة قال يا بني إذا سألت فاسأل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء والطهور وإنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء الدعاء إحنا مطلوب مننا أن ندعو الله عز وجل والدعاء مخ العبادة ويجب على المسلم أن يدعو الله عز وجل صباح مساء وما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يستجيب له وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة وإما أن يدفع عنه من السوء بمثلها مصيبة مقرر تقع على راسك ببركة الدعاء دفع عنك هذه المصيبة إذن الدعاء مهم جدا لكن لا نتقع عرف الدعاء لا نبالغ بكلام بعيد إحنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى لما واحد من الصحابة أيتهل النبي عليه السلام قال له يا رسول أدعو الله أنا أكون معك في الجنة أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال لا يعني هذا طلبي فقط أنا أكون رفيقي لك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود بكثرة السجود لأن في السجود دعاء أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد إذن إحنا مطلوب مننا أن ندعو وما أحوجنا في هذه الأيام حيث تكالبت علينا الأعداء الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها تكالب علينا الشرق والغرب اللي بيسوى اللي ما بيسوى الآن اللي ذليل وغير الذليل تكالب على هذه الأمة مع عملاء الأمة من الداخل فتكالب علينا الأعداء من الخارج وتلاميذهم من الداخل جميعا الآن تكالب على هذه الأمة فما أحرانا أن نتوجه إلى الله عز وجل أن ندعو الله عز وجل أن يغير حال الأمة الأمر الثاني الاعتداء في الطهور الاعتداء في الطهور في قسم عندنا عنده وسواس قهري وإحنا لاحظنا في قسم قد يتوضى عشر مرات قسم تفضل الأخت هنا أتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافية الله يعافيك لو سمحت أحدهن تقول أتمنى أن أكون على زمن عيسى بن ومريم عليه السلام نعم قالوا لها لا تتمني ذلك لأنه ستكون فتن كثيرة ما رأيت والله هذا الحديث أنا ما أعتقد أنه صحيح ليس حديث ليس حديث لا هي هذه الإنسانة تتمنى أن تكون على عهد عيسى يعني تتمنى أيوة فقال لها يعني ستكون فتن كثيرة فلا تتمنى هي ستكون فتن كبيرة جدا جدا لكن حقيقة اللي هم المسيح عليه الصلاة والسلام ومن معه يكون خيار أهل الأرض في ذلك الوقت ولذلك الله عز وجل يوحي إلى عيسى بن مريم أن حرز بعبادي إلى الطور يعني الدليل على قلة العدد اللي موجودين مع عيسى بن مريم وهذا إن شاء الله إحنا سنتكلم في الحلقات القادمة سنبدأ بالفتن والملاحم وعلامات الساعة الكبرى إن شاء الله بإذن الله خلينا نرجع الآن إلى الوسواس القهري اللي موجود أنا اطلعت على قسم إجي لعندي باستفتيني كان يتوضى عشرين مرة يتوضى عشرين مرة يغسل أديا يشك إني ما غسلتينش يتمضمض مرة مرتين ثلاثة بعدين يقول لك لا أنا يرجع من جديد يغسل وجه ويرجع من جديد وهكذا هذا نوع من أنواع المرض النفسي بحاجة إلى علاج إذن هنا من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي عليه السلام أي الأخوة الأخوات من علامات الساعة عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وصدق رؤية المؤمن رؤية المؤمن في آخر الزمان ستكون صادقة بإذن الله عز وجل والآن رح نبين بعض الأمور شو بقول النبي عليه السلام والذي نفسي بيدي ليأتين على أحدكم يوم لئن يراني أحب إليه من أهله وماله يعني لو فضل بين أن يرى النبي عليه السلام بين أهله وماله لفضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وماله طبعا بسبب المشاكل بسبب الفتن بسبب المصائب التي تنزل على الأمة بسبب الفساد والإفساد بسبب الإشغال أشغلونا الآن مطلوب للمسلم ألا يفكر مطلوب لمجتمعاتنا ألا تفكر تركض بالليل وبالنهار حتى تحصل لقمة الطعام لأنه عندنا اليوم اليوم بقرأ عن أحد الحكام اللي موجودين الآن بعدهم لغاية الآن بعده ما مات ستين خلال ثلاثين سنة كل سنة اثنين مليار كان يسرق من أموال الأمة ستين مليار دولار ثروت هذا الرجل حتى وبلده من أفقر بلاد العالم وأكثر البلاد فيها أمراض أكثر البلاد فيها تخلف أكثر البلاد فيها مشاكل ستين مليار بنقد الأمة من الأمم هنا التفكير الآن على أساس أننا ما نفكر إلا بلقمة الطعام أركض بالليل وبالنهار حتى تحصل لقمة الطعام على لغتهم جوع كلبك يتبعك هذه وسيلة من وسائلهم فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث والذي نفسه محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لئن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم كدهش أهمية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأاه حقا فإن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه السلام طبعا للعلم أنا أعرف عدد كبير من الناس من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن رؤية المبنين ونسأل الله أن نكون منهم لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له أنت ترى رؤية صالحة أو واحد يرى لك رؤية صالحة بيشوفك ما شاء الله مجاهد بيشوفك عالم بيشوفك متصدق بيشوفك آمر بالمعروف وناهي عن المنكر بيشوفك في الكعبة بيشوفك في مكان إيجابي مكان خير هذا الدليل من المبشرات لهذا الإنسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤية المسلم تكذب وأصدقكم رؤية أصدقكم حديثة الصادق بنهاره رؤية في الليل صادقة الكذاب رؤية كاذبة اللي بوق الحرام رؤية حرام لكن الرؤية الإنسان المسلم الصادق رؤياه تأتي كفلق الصبح ورؤية المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة والرؤية ثلاثة فالرؤية الصالحة بشرى من الله ورؤية تحزين من الشيطان بتشوف لك رؤية حتى الشيطان حزنك يخوفك يرعبك يبعدك ورؤية مما يحدث المرء نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليدفل يعني عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها الناس وأحب القيد في النوم وأكره الغل القيد يعني ثبات الدين إذن الرؤية أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها ثلاث رؤية من الرحمن وهذه مفرحة للإنسان المسلم ورؤية من الشيطان خوفنا مثل ما ذكر يوم أحد الصحابة رأى رأسه يتدحرج أمامه وبركذ وراه فأتى سأل النبي عليه السلام قال لا يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به من رأى منكم رؤية يكرهها فإنما هي من الشيطان فليدفل عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها فإنها لا تضر ورؤية مما يحدث بها الإنسان نفسه يعني واحد الآن بحاجة إلى مبلغ من المال قد ما فكر بالليل بحلم بالفلوس واحد نام عطشار رح يحلم بيش بالماء واحد الآن في عنده مشكلة معينة رح يحلم بهذه المشكلة وهكذا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وللعلم حتى الحيوانات والطيور عندنا والأسماك في البحر الكل يحلم ويرأى رؤيا من علامات الساعة شتم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حملة الإسلام عندنا عدد كبير ممن ينتسبون إلى الإسلام يشتمون أصحاب النبي عليه السلام ممن يدعون أنهم مسلمين وهم بعيدون كل البعد عن الإسلام وعن المسلمين يشتمون أبا بكر وعمر وعثمان ويؤلهون علي ويقذفون عائشة رضي الله تعالى عنها ويعارضون القرآن الكريم هؤلاء عندنا ملايين ومنهجهم شتيمة أصحاب النبي عليه السلام حملة القرآن حملة السنة حملة هذا الدين الذين حطموا دولة الكفر وهذا منهج من مناهجهم يعلمون أبناءهم مع الحليب كيف يكرهون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء ذكر آخر شيء ولعن آخر هذه الأمة أولها هاي الآن نحن نسمحهم على الفضائيات لعنة الله عليهم يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة طب القرآن مبرة عائشة سورة النور القرآن الكريم الآن ومع ذلك يلعنون عائشة ويطعنون في عرض عائشة هل هؤلاء الذي يعارض القرآن هل يعتبر هذا مسلم هل فهم الإسلام هل قرأ القرآن أنا ما أعتقد نهائيا هؤلاء منهج من مناهج اليهود عبد الله بن سبا عبد الله بن سبا الذي حاول بكل ما معه من طاقة أن يبعد الناس عن الإسلام الجهاد لم يستطيعوا لنا فدخل من داخل الإسلام والمسلمين تفضل نعم نعم لا أخبه أيمن اتفضل أخيك العائش دكتور حياك الله يا أخي الكريم أريد أن أستفسر أنه في سفر الإسراء قال النبي الله سبحانه وتعالى فإذا جعدوا وعدوا الآخرة ليسوء وجوعكم يدخلوا المسجد لما يدخلوا أول مرة وليتبروا معه وتثبيره هل هذا دخول المسجد الأقصى إن شاء الله بالتحرير ودخول المسلمين هل هذا مشروط الساعة يعني من علامات الساعة فعلا وهل يكون الأقصى يعني كما هو الآن يعني أم لا سمح الله يعني يتم هدمه أو أي شيء من هذا القبيل وجزاك باه خيرا على هذا البرنامج الرائع الذي يخدم جميع المسلمين في كافة حالة عالمية الله يبارك فيك جميع إن شاء الله أول أنا لم أجد أي نص من النصوص تشير إلى هدم المسجد الأقصى لكن الكعبة أعظم من المسجد الأقصى وقد هدمت واليهود الآن يحاولون هدم المسجد الأقصى ولا أستغرب لإخوان القردة والخنازير أن يقوموا بهذا العمل اليهود إذا كفروا بأله عز وجل فاتهم الآن يمتنعوا عن المسجد الأقصى وخاصة أنهم الآن دوخوا المنطقة بحروب حتى ما أحد يتحرك في سوريا في العراق في مصر في مصر في اليمن في غيرها في دول كثيرة جدا الدكتور وليد العاني رحمه الله كان وهذا عالم من علماء الحديث هذا الرجل كان يقول أن اليهود سيخرجون من المسجد الأقصى أو من فلسطين قبل المهدي وقبل خروج الدجال يخرجون وهذا البناء اللي البناء العظيم اللي موجود عندهم الآن وليتبروا ما علوا تتبيره أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستدمر علو اليهود ولذلك لاحظوا لما كان محمد مرسي فك الله أسرع لما كان في مصر اليهود أصيبوا بالرعب أصيب اليهود بالرعب بمعنى كلمة الرعب لأنه الآن لما تحرك مجرد ما كان الهجوم على غزة أول حركة لما بعث قنديل لما بعث رئيس الوزراء اليهود اليهود أصيبوا برعب ولذلك حركوا أتباحهم وزلمهم لهذا الشيء إذن التصورات أن اليهود الموجودين الآن سيخرجوا قبل المهدي وقبل يأجوج ومأجوج أما التدمير سيتم تدمير علوهم الاقتصادي علوهم المالي علوهم العسكري وهي العلو العسكري والله لو وذكرنا قبل أيام اتفضل أخي اتصال اتفضل الأختم يوسف السلام عليكم والسلام شيخ الله يعطيك العافية الله عافية أسألك أنت قبل سوي حكيت أنه في آخر الزمان يأتي على أمتي أنه نرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام نعم فيا شيخ بدي أسألك أنا بنتي عمرها 12 سنة نعم بنتي قبل يمكن قبل ثلاث شهور صحيت من النوم الصبح قالت لي يا أمي أنا شفت في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم وكنت وقفة أنا بغرفة مظلمة فحكا لي أنت ليش وقفة هون قالت لي كان لابس أخضر وأبيض فقال لي يا ابنتي أنت ليش وقفة هون قالت له أني أنا بستنى أهلي قال تعالي معي على الجنة فحكيت له هي طب أنا بستنى أهلي قالت له قالت يا ماما قال لي أنه كمان أهلك جيبيهم معاك إن شاء الله تكون من أهل الجنة تعمل تطبق سؤال هذا تهدي يعني أننا في ظلام يعني بعدنا عن الله في ظلام اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريق من طرق الجنة أي خلي هذه البنتك الآن تحافظ على سنة النبي عليه السلام لأن المحافظة على ما جاء به النبي عليه السلام طريق الجنة أنت وبنتك وعائلتك أسلك هذا الطريق لأنها ستؤدي بكم إلى الجنة إن شاء الله فرؤية النبي لا تكذب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي قارت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكيت وإني أنا أنتظر أهلي قال لي كمان جيبي أهلك معاك على الجنة الآن يعني ركز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه طريقه للجنة شيخ أحنا دائماً على سنة نعم إن شاء الله إن شاء الله شكراك الله خيراك جميع إذن هنا في عندنا راح إن شاء الله يتحطم بإذن الله عز وجل لعن الله من سب أصحابي من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إذن جريب من الجرائم أن نسب أصحاب النبي عليه السلام أصحاب النبي عليه السلام لهم مكان عظيم جدا هم حملة الوحي هم الذين نقلوا إلينا هذا الإسلام العظيم إحنا الآن نقول رضي الله تعالى عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون قتعة الشجرة وكان منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إذن كيف الآن عندنا مجموعات لا تخشى الله عز وجل وتلعن أصحاب النبي عليه السلام أيها الأخوة الأخوات من علامات الساعة الإقبال على الحرث يعني أن نقدم الحرث على الجهاد في سبيل الله إحنا مطلوب أن نركز على الزراعة لكن إذا تعارض الزراعة مع الجهاد نقدم الجهاد يعني بمعنى إذا نادم ناد الجهاد يا خيل الله اركبي بدنا نركز الآن على الجهاد لا تقوم الساعة حتى ترجع حراثين وحتى يعمد الرجل إلى النبطية فيتزوجه على معيشته ويترك بنت عمه لا ينظر إليها وهذا وضحناه الآن كلنا بدنا نروح نتجوز أميركانيات بشان الإقامة بشان الإقامة حديث آخر إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد لاحظ التركيز إنه رضينا بالزرع على حساب الجهاد لكن نحن بحاجة أن نكون أقوياء اقتصاديا زراعيا صناعيا تجاريا صلت الله عليكم ذلا لا يرفعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أيها الإخوة والأخوات إلى لقائنا القادم نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله